اهلا بكم من جديد قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن قالت ان واجب بلادها حماية المسلمين على اراضيها جاء كلام رئيسة الوزراء النيوزيلندية خلال الفعاليات المقامة في ذكرة مرور عامين على المجزرة التي ارتكبت في مسجدين بكرايست شارش وقتل فيها واحد وخمسون شخصا واضافت اردرن ان النساء والاطفال والرجال تعرضوا لعمل ارهابي داعية لان تكون العبرة من هذا الحادث بناء امة اكثر تضامنا تفتخر بتنوعها وتدافع عنه بقوة وقد اجريت مراسم وحياء هذه المجزرة في حضور مئات الاشخاص ووسط تدابير امنية مشددة وينضم الينا عبر الانترنت من مدينة كرايست شارش مالك بن نبي مدير وقف المنار الاسلامي في نيوزيلندا وحييك سيد مالك بعد عامين من هذه المجزرة ما الذي تغير في نيوزيلندا وفي مدينتكم بشكل عام تحية لك وللاخوة والاخوات المشاهدين حقيقة طبعا كما تعلمون الحادثة التي وقعت في كرايست شارش في حادثة المسجدين المعروفة كانت منذ سنتين طبعا خلال تلك المدة وقعت اشياء كثيرة يعني كما ذكرنا القوانين التي استخرجتها الحكومة قضية تقييد عملية الاستعمال الأسلحة ونوع الأسلحة وكذلك التسجيل ومتابعة الذين يملكون واسترجعك هذه الأسلحة الأوتوماتيكية هذه كلها كانت إجراءات سريعة اتخذتها الحكومة وبعد ذلك كانت هناك لجنة ملكية مستقلة تم تكليفها بتحقيق في موضوع الحدث هذا الذي كان مفاجئا للمجتمع النيوزيلندي طبعا اللجنة حققت في الموضوع بشكل مستقل واجتمعت مع جميع المسؤولين سواء من الحكومة النيوزيلندية وبالجهات الأمنية كذلك وكذلك بسواء قيادات المسلمين هنا في نيوزيلندا والضحايا هذا العمل الإجرامي طبعا التحقيق نتجة نعم تفضل أكمل الفكرة سيد مالك تفضل نعم التقرير نتجة عنه أنه كان هناك خلل كبير جدا جدا في العمل الاستخباراتي وأن التركيز كان في الفترة الماضية على المسلمين أكثر منه على جميع الجهات الأخرى حتى التي كانت معدودة أنها جهات إرهابية أو أنها لها فكر متطرف وهذا أثر جدا في وقوع المجزرة التي وقعت أنت المسلمون بشكل عام في نيوزيلندا أنت كمسلم هل تشعر أنه من الصعوبة بمكان تكرار مثل هذا الحادث العنيف وهذه المجزرة أم من الممكن للأسف أن تكون واردة مرة أخرى في الحقيقة ورود هذا الحادث مرة أخرى يمكن خاصة وأنه قبل أسبوع فقط اثنان من مناصري هذه الدعوات العنصرية كان قد كتب على موقع استعمله نفس هذا الشخص المجرم بأنهم سيعاودون الكرة وسيعملون نفس ما عمل هذا المجرم في المسجدين في نيوزيلندا تمت القبض عليهم والتحقيق معهما والآن ما زالت الإجراءات محاكمتهما لكن لا شك أن الآن الحكومة هذا كان توصية من اللجنة الملكية المستقلة أنه لا بد من الجهات الأمنية وبالذات الاستخبارات أن تركز أكثر في هذه الآونة بعد حدود هذه المتزرة ليس فقط على المسلمين وإنما على جميع الجهات التي يمكن أن يصدر منها أي عمل إرهابي من فيها هذه الجماعات المتطرفة العنصرية فكرة الإجراءات القوانين هل استحدثت قوانين خلال العامين الماضيين بشكل أو بآخر تمنع وقوع مثل هذه الحوادث أو إجراءات في هذا السياق سيد مالك أم لا من قبل الحكومة لم إلى حد الساعة كان أهم قانون ربما الحكومة كانت تعمل من أجله قانون تجريم خطاب الكراهية لكن هذا وجد اعتراضات من بعض الحقوقيين على أساس أن هذا القانون قد يكون سببا في تحجيم حرية التعبير وبالتالي هناك بعض المشاكل في تقنين هذا الأمر طبعا هناك تخوفات كثيرة في قضية الخطاب الكراهية وأنه كيف سينزل على الواقع هل خطاب الكراهية قد يتعطر به حتى المسلمون خاصة ربما في حالة البيان ربما أخطاء بعض الأفكار الأخرى أو الديانات الأخرى فبالتالي هذا قد يحسب على أنه من خطاب الكراهية وبالتالي سيكون هناك نوع من التشويش وربما من العوض أو عوض الهدف الذي من عجله يحاولون استخراج القانون وهو تمكين السلم المجتمعي يكون عكس ذلك أما طبعا هناك قوانين كما ذكرنا التي أصدرت سابقا قضية تقنين حمل السلاح والمنع من استعمال السلاح الأوتوماتيكي الكامل هذه ربما قوانين كانت جيدة في وقتها لكن حد الساعة نحن كمسلمين في هذه البلاد لم نرى على أرض الواقع ما وعدنا به من تأمين المراكز الإسلامية متى أنه المساجد تم هناك أن الحكومة وضعت خطة جعلت هناك ميزانية لهذا العمر لكن لحد الساعة لم نرى شيئا على أرض الواقع طيب من ناحية أخرى هناك بعض التضييق حدث للمسلمين في بعض الدول الأوروبية رأينا بعض القوانين في فرنسا في الأسابيع الماضية أيضا في دول أوروبية أخرى مسألة النقاب وغيره هل الحل معكم في نفس السياق أيضا تضييق ما عليكم في نيوزيلاد أم على العكس الأمور أفضل في نيوزيلاد بالنسبة للجالية الإسلامية بشكل عام لا بفضل الله تعالى أن حال المسلمين هنا والجالية الإسلامية في نيوزيلاد يختلف كثيرا على تلك البلدان التي ذكرتها الحمد لله نحن هنا في هذه البلاد بالعكس الحكومة نيوزيلادية بكل صراحة يعني مناصرة لقضايا المسلمين خاصة بعد حارثة المسجدين هناك عمل مكثف بالتعاون مع الحكومة في تأمين المسلمين هناك وعود وهناك كذلك تقول وعود عملية ليست وعود فقط بالألفاظ هناك حقيقة تأييد كبير جدا من طرف الحكومة نحو الجاهدين نراه خاصة خلال هذه الفعاليات التي تحدث الآن في كرايس شيرش ومنذ أسبوع بدءا تقريبا أو أسبوعين كان هناك فعالية كثيرة زيارات لمسؤولين للمسجدين وإبداء التأييد والمناصرة وعرض المساعدة كذلك في تأمين المسلمين والمطالبة بذلك في وسائل الإعلام وكذلك عبر البرلماني وغيره أشكرك شكرا جزيلا سيد مالك بن نبي مدير وقف المنار الإسلامي في نيوزيلندا كنت معي عبر الإنترنت من مدينة كرايس شيرش شكرا جزيلا لك سيد مالك وبالطبع شكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة ألتقيكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة في رعاية الأحبار اشتركوا في القناة